اعلن الرئيس الاوكراني فيكتوريا نوركوفيتش عن انتخابات رئاسية مبكرة واصلاح دستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية في تنازلات كبرى يقدمها بعد سقوط اكثر من 77 قتيلا في وسط كييف هذا الاسبوع وانطلقت الحركة الاحتجاجية في اوكرانيا عند اعلان السلطة تعليق مفاوضات حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي لصالح تكثيف العلاقات الاقتصادية مع موسكو وعلى الاثر نزل الاف المتظاهرين الى الشوارع في 21 من 22 نوفمبر واوكرانيا على شفير الافلاس وقد وعدت روسيا بمنحها قرضا بقيمة 15 مليار دولار وتخفيضا كبيرا في سعر الغاز